بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانيل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم بعض أفكار جان في التداول سنتناول بالشرح والتفصيل العناصر الآتية 1- تقسيم حركة السوق عند جان 2- أهمية أدنى وأعلى سعر عند جان 3- مناطق الدعم والمقاومة من وجهة نظر جان أولا تقسيم حركة السوق عند جان كان جان يقسم حركة السوق إلى الثلس والثمن وذلك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وكان يصنع خطا أفقيا عند هذه المستويات على الرسم البياني للأسعار للاستدلال بها في اتخاذ قرارات التداول المناسبة وقد لاحظوا أن أهم هذه النسب هي 50% عندها يمكن القول بأن السعر وصل إلى حالة التوازن يليها في الأهمية نسبة 37.5% ثم 62.5% وكان يتوقع أن يقابل السعر عند هذه المستويات دعما أو مقاومة فإذا تعد السعر أحد هذه المستويات فالمتوقع أن يقمل المسيرة حتى يصل إلى مستوى النسبة التالية للدعم أو المقاومة ثانيا أهمية أدنى وأعلى سعر لحظة جان أن أدنى وأعلى سعر للأسعار الماضية تلعب دورا كبيرا في تشكيل حركة الأسعار المستقبلية فأعلى سعر يمثل عقبة يصعد تخطيها وتعتبر نقطة مقاومة أما أدنى سعر فيمثل حاجز لتدهر الأسعار لمستويات أدنى ويعتبر نقطة دعم ولأدنى سعر للسهم أو المنتج المتداول أهمية سيكولوجية فنقطة تحول الاتجاه لها علاقة حسابية بأدنى سعر تاريخي للسهم فهناك علاقة رياضية يمكن حسابها بين أدنى وأعلى سعر أو بعبارة أخرى فإن أدنى سعر يحدد مستوى الأسعار في المستقبل لذلك وضع جان قاعدة تفيد بأن هناك علاقة رياضية بين أدنى الأسعار التاريخية وأعلاها ثالثا مناطق الدعم ومناطق المقاومة عند جان هناك أكثر من مؤشر يساعد على تحديد ومعرفة نقاط الدعم أو نقاط المقاومة للأسعار وعندما تشير أكثر من طريقة أي أكثر من مؤشر إلى مستوى سعر معين لكونه إما نقطة دعم أو مقاومة فإن ذلك يرجح أن تكون هذه المنطقة منطقة قوية للغاية لتلاقي النقاط وحاجزا منيعا يصعب للأسعار كسره وتخطيه باختصار فإن تجمع الخطوط في منطقة معينة حسب كلام جان يزيد من احتمالات تراجع الأسعار بشدة من عند نقطة التجمع وإلى تحول الاتجاه الجاري للأسعار إلى الاتجاه المعاكس وهذا بالطبع يتطفق مع المنطق السليم للأشياء فإن دلت عدة مؤشرات على نفس الشيء فإن ذلك يزيدها قوة ومتانة أما عن أهمية عامل الزمن وعلاقة الأسعار بالزمن عند جان فهذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إلى أن ألقاكم لكم تحياتي نستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفن وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوك وفضل التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تهدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته